تانية اوضح لحضراتكم ايضا بسرعة في جزئية الـ Save Assign الـ Save Assign مش لازم ان انا اعمل واجب مش لازم اعمل واجب علشان ادخل من هنا واعمل مرض المحاولة واشوف اداة الـ Save Assign يعني مش لازم ناجي من هنا واشوف الايه واطبقها من الواجب لا في اداة هنا موجودة يعني لو ملف موجودة عند حضراتك على الجهاز في أداة هنا أداة السيف أصين نفسها موجودة في حاجة اسمها أدوات المقرر الدراسي ودي موجودة داخل إدارة المقررات الدراسية أها لو جئنا في أدوات المقرر الدراسي فتحنا هنجد الأداة أهيت اسمها إيه السيف أصين يعني مش لازم أنشئ واجب وبعدين أحط في الواجب الإعداد بتاع السيف أصين وبعدين الطلاب يرفعوا الملفات لا أنا عندي ملف واحد وعاوز أشغل عليه أداة السيف أصين أعمل إيه؟ أجي على أدوات المقرر الدراسي وأم رايح على أداة السيف أصين أم ضغط على و أم جاي من على من داخل السيف أصين ديت أختار الواجب الإعداد اللي هو إيه إفسال المباشر لخدمة السيف أصين أنا عاوز أرسل على طول مش لازم أنشئ واجبوا الكلام دي فأم أقوم جاي على direct submit هنا وأقوم جاي خلونا نحزف المنزل دول أهوت حسف أول ما يظهر الحضرة ده خذ يقع عند حضراتك بالشكل ده هتيقع عند حضراتك عن حاجة اسمها إرسال الورقة إرسال الورقة أهم شيء أهم شيء أن حضراتك تفعل الخيار الأولاني ده إرسال كمسودة يعني ما تضيفش الورقة أو الملف ده لقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة الخاصة بالجامعة عشان ما ما تبقاش موجودة في الداتابيس عشان ما تيجي ترسلها مرة تانية أو تالتة ما تبقاش هي موجودة ويطلع الكتباس فيها يعني نعمل إرسال كمسود نيجي دي نقطة مهمة الخطوة الأولى دي مهمة نيجي بعد كده نقول له choose file نختاري الملف ومحدد لحضرتك الملفات أنواع وتنسيقات الملفات اللي هيقبالها save assign هيقبالها ملف word ملف pdf ملف powerpoint ملف نصي وبيتعامل مع الملفات النصية عموما فأيجي حضرك هنا choose file تختاري الملف اللي حضرتك هتحدده وتقول له إرسال وتنتظر هنا حضرك شوية هذا الملف تنتظر لحد ما المطاقة تطلع لها نسبة هنا 0% 12% 100% أي أن كان النسبة اللي هتطلع طبعا إيه الموضوع ده بياخد وقت شوية أو دايق شوية هنبتدي أن احنا ننتظر شوية لحد ما طيب هل ممكن نرسل ورقة أخرى كمان تانية أو تالتة ورابعة عادي نعمل إرسال الورقة إرسال كمسودة choose file ونختار ورقة تانية ونقول له إرسال تمام يبقى أنا برسل ورقتين عادي أرسل تلاتة ورقة أربعة ورقة ما فيش مشكلة الأداة هتشتغل على كل الأوراق هنا عندي طبعا بس إيه لازم حضرك تنتظر بقى هنا نقطة الصبر شوية لحد ما الأداة تطلع النتيجة هتطلع لحضرتك هنا الرقم هنا عند المطابقة وطلع هنا الايه تقرير الايه التقرير الخاص بالاكتباس فطبعا لازم ننتظر شوية هنا مثلا هنا مثلا جاب لي يوصف المية وجاب لي العلامة دي العلامة دي يعني لو أنا عاوز التأرير أضغط عليها عشان أوصل للتأرير نفس اللي حصل لما اشتغلنا على الواجب وكاننا الطالب أرسل الملف وطلع الايه التأرير بتاعه نفس اللي احنا عملنا بالزبط طيب النقطة التانية طبعا لو عملنا تحديث للصفحة اه جاب لي مية في المية اه برضو اضغط هنا واوصل للايه للايه التأرير هنا جايب لي ان والله اه ده هنا جايب لي ان بقول لي والله ده النت مديني هنا 7 في المية ومديني قاعدة البيانات المؤسسة يعني مديني ايه مديني تأرير اهوت بشكل تاني زي ما حقوقي شايفيني التأرير اذا الاداة نفسها ممكن استخدمها منين استخدمها من ادارة المقررات الدراسية من ادوات المقرر الدراسي الادوات نفسها واجد حاجة اسمها ايه السيف الساين ومن السيف الساين اه اجي عندي دايرة ساب مت هنا وابتدي اقعد ارسال للورقة بس لازم اعمل ارسال كمسودة وتشوز فايل وحدد الملف وقل اوبن واعمل ارسال علشان يطلع لي لايه يطلع لي التقرير اتمنى ان الامور دي تكون واضحة لحضراتكم اتمنى ان الامور دي تهلف الواجبات تهلف الواجبات في اي مشكلة تهلف الواجبات طيب كده الامور الحمد لله واضحة الدكتور علاج بيقول كيف احصل على مجموعة درجات الطالب لعدد من الواجبات هل بيجمح ام تعمل يدويا وكيف ننزل الملف نعم طيب السؤال السؤال خاص الدكتور علاج بيسأله هنا له علاقة بمركز التقديرات يعني لو احنا رحنا على مركز التقديرات وخلي بالحلق مركز التقديرات مهم جدا لما نروح لمركز التقديرات هنا ممكن حضرتك هنا في مركز التقديرات خبال حضرتك انه ممكن تجيب مركز التقديرات بالكامل وممكن تجيب يعني مركز التقديرات بالكامل يعني كل الاعمدة كل الانشطة اللي فيها اللي كانت واجبات او اختبارات او بحث او تكليف او منتدى او اي شيء حضرتك تعملي واجب تسميه واجب وتكون انت عامله اختبار لا لازم تكون حضرتك عامله واجب يعني ايه واجب في التقييمات هنا وانت بتنشئ حضرتك انشأته اسمه الواجب ما يكونش مسميه الاختبار مسميه الواجب يعني ده اللي انا اقصده طيب دي الاعمدة الاعمدة هنا الدكتور علاء هنا بيسأل طيب هل هنا بيجيب لي طبعا دي بيجيب لي الواجبات لكن هتلاحظ حضرك ان هنا جايب لك الاجمالي مش الاجمالي هنا لو اه 262 طيب لو احنا رحنا هنا يعني ده اجمالي 262 لو رحنا لمركز التقديرات بالكامل وجايب لي هنا 262 إذن 262 هي مجموع كل الاعمدة في مركز التقديرات واجبات وغير واجبات واختبرات منتدايات دي النقطة لكن لما حضرك تحب تجمع تجمع الاعمدة اللي هي مثلا عمودين تلاتة مع بعض وعاوش تجمعهم هنا عشان تعملوا هنا من البلاك بورد بتبقى هتبقى متعبة لحضرتك موجودة تعرف تعملها يعني ممكن حضرك تنشئ عمود تمام في حاجة اسمها ينشأ عمود وتقدر تنشئ بس انا نصحت لحضرتك او لحضرتكم عشان تعملوها بشكل افضل تعملوها من الـ اكسل ازاي ان حضرك تيجي من العمل دون اتصال احا العمل دون اتصال وتيجي على التنزيل اهوت وهنا هيجي يقول لحضرتك انت عاوز هنا الاعمدة ايه همحتاج هنا الاعمدة ايه تمام فانا همحتاج هنا كل مركز التقديرات المركز التقديرات بالكامل تمام وبعدين اقول له ارسال وبعدين اقول له تنزيل هينزل لي مركز التقديرات بالكامل على هيئة ملف اكسل عندي اهو شايف ادرككم هنا في ايه بقى عندي ملف اكسل اهو افتح ملف الاكسل ابتدأ اتعامل مع ملف الاكسل اهو ده الشيء اللي ايه اللي بيهميني طبعا هو مرة يفتدي يفتح معايا هنا بقى حضرك مسلا محتاج تجمع بين مثلا عمودين بين 3 اعمدة يبقى لازم تيجي حضرك تعمل عامود مسلا عامود ما بين ايه ما بين مسلا ده فممكن انا اعمل الايه من خلال الاكسل اعمل عامود واجمع الايه واجمع الشغل بتاع ده بيحتاج بس مهارة في الاجسل واجمع مفيش فهم مشكلة يعني وده الافضل انه الواجب الاول مع مثلا مع كزا مع الواجب واجمعهم ويبقى عندي عمود في الجمع الخاص بالواجبات ده افضل شيء ايه بيبقى من خلال ايه من خلال الاجسل لكن في باخذ التغبط ممكن حضرك تعملها لكن هي هتلغبط وفيها اعدادات معانا لازم تتعمل من خلال مركز التقديرات في البلاك بارد ليه؟ هقول لحضرك ليه؟ لان دلوقتي انا عندي هنا 262 تمام؟ لو انا دلوقتي عندي اه تلات واجبات جمعتهم وجابوا عشر درجات فانا بعمل عمود جديد هيبقى فيه عشر درجات العشر درجات دول هيتكرروا اللي هم التلات اعمدة كان فيهم عشر درجات موجودين ضمن المتين اتنين وستين والعمود الجديد اللي هو عمود الجمع اللي هو العشر درجات هيبقى الثاني هنا هيبقوا متين اتنين وسبعين لذلك لازم حضرك بتدخل في اعدادات العمود بشكل معين وبتعمل امور معينة في العمود الإجمالي بطريقة هتلغبط حضراتكم للافضل من الوضوع ده كله ان حضراتك تدخل على الإكسل وتعمل الشغل من ملف الايه؟ من ملف الإكسل ده الافضل يعني ترجمة نانسي قنقر